وجه ريال مدريد تهديدا للفرنسي كيان بابي نجم باريس سان جيرمان بشأن مفاوضات تمديد عقده في حديقة الأمرة وزع التقارير مؤخرا بأن سان جيرمان عرض على بابي تفعيل بند التمديد حتى 2025 مقابل الحصول على مكافأة ولاء إضافية مع وضع بند خاص يسمح له بالرحيل في 2024 مقابل 200 مليون يورو ما يفتح الباب أما انتقاله إلى ريال مدريد دون موافقة باريس ووفقا لشبكة إسبانية تجري فايزة والعماري والدة ووكيلة بابي مفاوضات مع سان جيرمان آن لإيجاد أفضل حل لجميع الأطراف ويبقى ريال مدريد متابعا للأحداث فقط مع الحفاظ على موقفه وكشفت شبكة الإسبانية أن مسؤول ريال مدريد أبلغ فايزة العماري إذا مدد مابي عقده في باريس فقد انتهى الأمر وكرت الصحيفة أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في مستقبل نجم باريس سان جيرمان وأشارت إلى أن مابي حتى الآن مصمم على عدم تنديد عقده لكنه يواجه ضغوطا قوية كما أن فايزة العماري تعرف نوايا ريال مدريد وأن هذه الفرصة الأخيرة لانضمام نجلها إلى سمتياج برنابيو ترجمة نانسي قنقر